ما دعت إليه السلطة المعارضة كان باسم الحوار أما ما كشف عنه التخطيط والبرمجة ومعيشه الطرف الرسمي والمولاة من جهة والمعارضة من جهة أخرى تحت العنوان نفسه فواقعه الصراء والفرق جلي بين الاثنين التفاوض وهو عنوان ترفضه السلطة لعدم أهلية في الشعب أو الحوار تبادل في الرأي وتعاط على مستوى الكلمة في جو من الاحترام بحثا عما هو أقرب إلى الحق والعدل والصلاح وهنا خشة جدية مما يجري من صراع بين الجهتين تحت قبة ما يسمى بالحوار من أن يثي إلى الوطن إثاءة بالغة ويزيد في درجة الالتهاب ويفاقم من الأزمة بدل أن يؤدي إلى إنهائها أو تخفيفها بما يؤدي إليه من مستوى الإثارة والشحن والاحتقان ويفاعله من تأجيج روح الفرقة والتمزق والبغضاء والعداوة المواقف داخل ما يسمى بالحوار تزداد في درجة التشنج اللغة تشتد قساوة تباعد الثقة في توسع الاتهامات تتطاعد التخندق يقوى وكل ذلك يغدي الساحة العامة للوطن بما يلهب أجواءها ويقضي على فرص اللقاء والحل ويباعد بين الوطن وبين شاطئ الأمان الذي يحتاجه كله وكل من فيه وما فيه من شيء يجب الحفاظ عليه ثم إنه أين الخطأ أين الخطأ وأين الصواب أين النفع وأين الضرر أين ما يفضي إلى الحل وأين ما يعطله ويقطع الطريق عليه عند هذا الطرف أو ذاك عند من يقول بأن الشعب مصدر السلطات ثم لا يعترف له بحق الاستفتاء عند من يعلم أن الحكم هو الطرف الثاني الأصل في الحوار وهو الذي يملك أن ينفذ مخرجاته ثم يرفض رفضا نهائيا ثم يمتنع امتناعا نهائيا قاطعا أن يكون الحكم طرفا فيه ويلتزم صريحا بالتوقيع على مخرجاته مقدمة لتنفيذها من يمثل الحكم في الحوار من ناحية عملية بكل شدة وصرامة وينكر تمام الإنكار أن الحكم ممثل في الحوار حتى لا تلزمه نتائجه من الظلم البين الفاحش للوطن وأهله أن يسعى ساع لتخريب الحوار ووضع العصى في عجلته تبعيدا للحل وإضرارا بالوطن وأشد ظلما لهذه الأرض وإنسانها وحاضرها ومستقبلها أن يستهدف للحوار أن يكون لإقرار الظلم وتكريسه وإطفاء الشرعية عليه وإبقاء الوضع السياسي على فساده وإفرازاته القاتلة على ما هي من سوء وقتامه ننادي بالإبقاء على الحوار ولكن بأن يكون للإصلاح وإنقاذ الوضع والخروج بالوطن من الأزمة وإنصاف الشعب والاعتراف بحقوقه ولا يرى وجه لعرقلة الحوار عند المقدمة الأولى من مقدماته بسبب الاختلاف على قضيتين من المفترض أن تكون من أوضح القضايا وأقربها إلى الاتفاق هما أن يمثل الحكم في الحوار وأن تكون الموافقة على نتائجه النهائية عن طريق الاستفتاء الشعبي لأن الطرفين هما المعنيان أصلا بالحوار ولأن الشعب هو المرجع الأول والمصدر الأساس لكل السلطات ولماذا رفض الاستفتاء؟ ألأنه ليس من حق الشعب؟ كيف لا يكون من حقه وهو الأصل ومصدر السلطات كما يقول الميثق؟ ثم إن الجمعيات المعارضة والتي تشترك في الحوار لن تسمح لنفسها أن تعطي موافقتها على نتائج تعرف مسبقا أنها مرفوضة من الشعب فما جدوى الحوار عند ذلك؟ الصحيح لخير الوطن وخير أهله أن يأخذ الحوار مجراه بلا عرقلات متعمدة كالوقوف في وجه تمثيل الحكم والاستفتاء الشعبي وأن ينتهي إلى النتائج المرضية الشعبية وعلى حد استحقاقات المرحلة لتربح كل الأطراف من حالة لتريح كل الأطراف من حالة الاستنزاف والخسائر المستمرة المتصاعدة على أكثر من صعيد وتكفل للوطن أمنه واستقراره وتقدمه من يرضى بالحلول الشكلية والترضيات الزهيدة؟ العلماء الرموز السياسية الأطباء والمربون العمال الطلاب الرجال النساء الشارع بمختلف فئاته أو بأي فئة من فئاته الكل يصر على الحل الجدي المنقذ من الأزمة بحق وعلى استرداد الحقوق والتمتع بالحرية والعزة والكرامة والكل يستذيق المحنة على مررتها من أجل هذا الهدف شكرا